بسم الله الرحمن الرحيم محاسبة التكاليف والإدرية اتنين تابع الوحدة الأولى مفهوم تكلفة الفرصة البديلة Opportunity Cost Concept تكلفة الفرصة البديلة هي عائد مضحة به نتيجة اختيار بديل وطرق آخر أو نتيجة اختيار بديل والتخلي عن البديل الآخر هنا بقى كلمة تكلفة نقول عليها عائد ازاي التكلفة معروفة ان هي تكلفة والعائد ده فلوس بتدخل لنا ام تقول ان التكلفة دي عائد لما يكون العائد ده مضحة به يعني هايضيع عليها بقى في حكم التكلفة يبقى تكلفة الفرصة البديلة هي عائد مضحة به نتيجة اختيار بديل معين والتخلي عن بديل آخر فهي تضحية يمكن قياسها نقدا ونتحملها نتيجة عدم اختيار بديل معين وتفضيل بديل آخر عليه وهي تكاليف ملأمة كيفية تحددها لو انا عندي ثلاث بدايل البديل الاول والتاني والتالت وعند شكل مختصر لقيم الدخل ارادة المبيعات في البديل الاول وستين الف والتاني خمسين الف والتالت اربين الف بنطرح من مبيعات او ارادة المبيعات ده ناقص التكلف المتغيرة كانت في البديل اول ستة وتلاثين الف والتاني اتنين وتلاثين ستمئة وتلاثين الف وتالت in the future هنطرح الفرق بين المبيعات وتكلفة متغيرة يديني فائد المساهمة يبقى ده ناقص ده يبقى 60 ألف ناقص 36 ألف يبقى 24 ألف وهنا 50 ألف ناقص 32 500 17 500 40 ألف ناقص 28 ألف 12 ألف إزاي نجيب تكلفة الفرصة البديلة حول لو أنا اخترت البديل الأول اللي هو بيجيب فائد مساهمة يعني عائد بيجيلي فائد المساهمة ده بمعنى عائد يبقى لو أنا اخترت البديل الأول اللي هو بيجيب لي 24 ألف هيكون ضاع علي إيه ما اخترتش إيه يبقى لو اخترنا الأول ما اخترناش لا التاني ولا التالت يبقى ضاع علي إما 17 500 أو الـ 12 ألف أيهم إيه أكبر عشان كده يبقى هي دي تكلفة الفرصة البديلة للبديل الأول بقى كان نترحم من الـ 24 ألف يطلع للأسر النهاية 6 500 طيب لو أنا اخترت البديل الثاني بل فرصة البديلة بتاعته كام البديل الثاني بيجيب عائد 17 500 بس لو اخترته هيكون أنا ضحيت أو ضاع علي ما اخترتش لا الأول ولا التالت أيهم أكبر بيجيب فائد مساهمة ده بيجيب 24 ألف لكن ده بيجيب 12 ألف يبقى أيهم أكبر الـ 24 ألف يبقى هي دي الفرصة البديلة بتاعت البديل الثاني نترحم من الـ 17 500 يطلع الأسر النهاية 6 500 بالسالب البديل الثالث في فرصة البديلة بتاعته كام الـ 24 ألف دي جبناها منين البديل الثالث ده بيجيب أصلا فائد مساهمة 12 ألف طب لو أنا اخترت البديل الثالث يبقى ما اخترتش لا الأول ولا التاني يبقى ضاع عليها الأول وضاع عليها التاني بس أيهم أكتر العائد ده 24 ألف وده العائد ده 17 500 يبقى الفرصة البديلة أيهم أكبر يبقى الـ 24 ألف اللي هي دي دي الفرصة البديلة بتاعت البديل الثالث وترحم من 12 ألف يطلع لي 12 ألف بالسالب ملاحظات على الجدول ده اللي احنا ايه قلناه نفس الكلام اللي احنا قلناه حالا بعد كده مفهوم التكلفة الغارقة تكلفة الغارقة هي التكلفة التي حدثت في الماضي حدثت فعلا ولا يمكن تغييرها باتخاذ أي قرار يتم اتخاذه الآن أو مستقبلا فهي تكلف غير ملأمة وطالما أن التكلفة الغارقة لا يمكن تغييرها عن طريق أي قرار حالي أو مستقبلي فإن هذا يعني أنها ليست تكلفة تفاضلية فهي تكلفة لا يمكن تجنبها باتخاذ أي قرار حالي أو مستقبلي لذلك فإنه لا يتم استخدام هذه التكلفة في التحليل وتقويم البدائل المقترحة في أي موقف قراري معين ملاحظات التكلفة تقسم إلى نوعين ثبتة ومتغيرة الثبتة بتقسم إلى نوعين ثبتة لا يمكن تجنبها وثبتة يمكن تجنبها اللي لا يمكن تجنبها دي غير ملأمة أما اللي يمكن تجنبها هتكون ملأمة أما التكلفة المطيرة كلها يمكن تجنبها وأي شيء يمكن تجنبها يمكن تجنبها بتكلفة ملأمة تجنبها تجنبها